الله يا شيخ احنا يعني ندعي ان ربنا يتقبل منا صالح الاعمال ما اعتقدش ان احنا بنبقى شغلين بالنا قوي العشرة الاواخر من رمضان افضل من العشرة الاوأل من دلحجة ربنا يتقبل مننا سواء هنا او سواء هنا والله يضعف لمن يشاء اي كان في اي ايام لكن احنا بنبقى عايزين نغتنم اكبر قدر من الحسنات وعايزين نبقى طمعانين دايما في اكبر قدر من المغفرة وطمعانين في كرم ربنا حالتك قلت فضل الصيام اللي مقدرش يصوم يقدر يعمل ايه تاني أبواب الخير كثيرة ورحمة الله واسعة ولم يوقف الخير على حد الصيام لو أن الإنسان الذي لا يستطيع أن يصوم استطاع أن يحمد الله وأن يصلي ويسلم على سيدنا رسول الله وهذا أمر سهل أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريكة سيدنا النبي يقول لنا خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريكة له محتاجين نفهم ثقافة الفعل الخير فعل الخير ليس قاصرا على القراءة في المصحف ليس قاصرا معاملتي لك بالإحسان هذا من فعل الخير إحساني إلى الوالدين من فعل الخير إزالة الضغناء والخلافات بيني وبين صديقي في العمل من فعل الخير نشر البسمات والضحكات في وجه الناس من فعل الخير نعم تكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فأحنا عايزين نفهم معنى الخير بصورته الواسع الذي قال فيه ربنا وفعله الخير فمطلق عمل الخير في هذه الأيام له كثير من الأجر وله مزيد من السباب نسأل الله يتقبل منه يعني يا مولانا عايز واحد نين ثلاثة بسيطة بشكل كده أقول لحضرتك ما تستطيع أن تفعله من فعل الخير يفعله طب دلين يا مولانا أو ارشدنا أقول لحضرتك في هذه الأيام إن استطعت أن يمر عليك يوم دون أن تقرأ وأنت تقرأ فيه من كتاب العجل ففعله أعمل لك ورد في هذه الأيام في قراءة القرآن أعمل لك ورد في هذه الأيام في الصالة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الأيام دي تراجع نفسك وراجع حساباتك أنت ظلمت مين أنت اعتدت على مين أنت أخذت حق مين أنت بغيت على مين أنت عملت إيه وحد مش شايفك لكن الله يراك فأنت بتزبط نفسك وتراجع أمورك حتى تزيل هذه المظالم لأن إحنا ممكن بعض مننا للأسف بيتساهل في ظلم زميله وفي ظلم صاحبه وأصل عمل فيه الحركة كذا وأصل عمل فيه الفصل الفلاني رغم أن مظالم العباد يا دكتورنا الكريم وأستاذ الفاضلة لا يغفرها الله حتى يغفرها صاحبها مظالم العباد لا يكفرها أي عمل صالح إلا إذ عفع عنها صاحبها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كده الدواوين سلاسة ديوان لا يعبئ الله به ودوان لا يغادر له منه شيئا يعني إيه أنت عايزة أقول لك أن سيدنا النبي يقول لك أن الزنوب اللي أنت ابتقى فيها دي ثلاث أمور واحدة منهم الله عزيزا لا يعبئ بها يغفرها لصاحبها وهي التي بينك وبين الله فبمجرد أن يتوب العبد إلى مولاه وأن يرفع يده إلى الله ويقول يا رب تبت إليك ويندم على ما فعله ويعزم على عدم الرجوع لهذا الذنب فيه نعم العزم هو الصدق واليقين في هذا يكون عازما أنه لن يعود لهذه الزنوب مرة ثانية تاب الله عليه وعافعا أما مظالم العباد يا أستاذ حد خدم الإنسان مبلغ بسيط دون علم حد ظلمه في كلمة حد عمل كذا بقوله ده أمر خطير جدا وأمر صعب جدا حتى لو كلمة ولو كلمة ده أنا أقول لحضرك فعل سيدنا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم فيجي يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدوان دوان مظالم العباد لا يغفره الله حتى يغفره صاحبه يعني أنا ورد حجيت يا مولانا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا من حج فلم يرفس ولم يفسق رجع من حجه كيوم ودته أمه أقول لك هذا فيما بينك وبين الله والله لو ضللت تحج عشرة أعوام وأنت في كل عام تقف على عرفات وتدعو الله أن يغفر الله لك وتدعو الله أن يتوب عليك وتدعو الله وتكسر من الأعمال الصالحة فإنك قد افتقدت رقنا من أركان التوبة وهو رد المظالم إلى أصحابه سيدنا النبي كان حارس جدا أن يعلمنا الملمح دوة قولا وفعلا أنت متخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم في مظلمة عبد النبي موقف بس سريع كده هو النبي بيسوي الصفوف وسواد يتقدم على الصف النبي بلهم يستوم يقفوا مزبوطين في يجي سواد يقف شوية قدام الصف ويجي شوية يرجع وراء الصف يقوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معه شيء يشبه إيه عدل يا سواد يستوي يا سواد يقوم سيدنا سواد يقول للنبي أوجع تاني يا رسول الله ألم تاني يا رسول الله النبي عايز ماذا تريد يا سواد يقول أقيدني من نفسك فالله بعثك بالحق عايز إيه من سيدنا النبي يا سواد عايز يقتص من سيدنا النبي مظلمة عبد ولا مش مظلمة عبد النبي يبقى حريص غاية الحرص النبي يكشف عن بطنه ويقول لسواد اقتص مني يا سواد إيه اللي سيدنا النبي يعمله ده ده أنت سيدنا النبي ده أنت حبيبنا ده أنت رسولنا ده أنت قائد بتسوي المعركة إيه اللي بتنميله سيدنا النبي يعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يجب عليك أن تتخلص من مضالع العباد في التو واللحظة قدرة قتل يعلننا كمان أعتقد يا محمد أنه كمان لا يستهين بمشاعر الآخرين يعني ما قالش لا ده أنا بسوي السفوم يعني سيدنا النبي قدر أن قدرات الناس على التحمل وعلى تقبل الألم مختلفة ولم يتلمس لنفسه عذرا صلى الله عليه وسلم وسواد ما كان ليقتص من النبي صلى الله عليه وسلم اللي حصل من سواد أنه حضن بطن النبي وقبله وده من جمال وسلوكيات سيدنا النبي اللي أختلي بيها دايما